اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يمكن الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن العملية فكرة عملها ان هي تعديل سطح القرنية التعديل سطح القرنية باحنا بنشيل بعض الخلايا باستخدام الليزر الاكزيمر ليزر وده بيعالج العيوب الاساسية اللي هي قصر النظر وطول النظر والاستجمريزم ايضا بيعالج العيوب الفرعية او العيوب السنوية اللي هي الكوبة الشيبل والترايفل والطيفل والحاجات دي كلها يمكن ما جبناش سيرة المرة بفاتة عن الفيمتوليزر وطبعا ده جزئية مهمة وده يعني تقدم جامل اوي فيه بموضوع التصحي العيوب الابصار الفيمتوليزر شكرا للدكتور زويل اللي هو اخترع عليها الفيمتوليزر الفيمتوليزر ده بيكون فقاعات والفقاعات دي ممكن ان هي تعمل زي تقطع في مستوى معين فاحنا كنا زمان بنقول ايه في الليزك اللي عادي بتاعنا كان زمان خالص كنا نعمل الليزر اللي هو الليزر عشعة الليزر بتنزل على سطح القرانية لما الليزر تقدم عملنا حاسمها الليزك ان احنا بنرفع شريحة من القرانية وبعد الليزر ينزل وبعد نرجع هزي شريحة تاني الشريحة دي بنرفعها بايه بجهاز اسمه الماكرو توم شفرة حدة جدا وتقدمت جدا جدا لوقتي وبقت يعني مشكلها انت كانت تكون صفر لكن الجديد بقى في الموضوع ده ان احنا ممكن نعمل هزيه الشريحة مش باستخدام الماكرو كيراتوم اللي هي الشفرة الحدة جدا دي لان احنا ممكن نستخدم بالفيمتو ليزر بنعرض العين للجهاز الفيمتو ليزر بتنزل تتكون فقعات هوائية على مستوى معين وبعد كده بنرفع احنا هزيه الفلابة وبعدين نستخدم الاكزايمر ليزر زي الطريقة العادية خالص نفس الاكزايمر ليزر يعيد تشكيل سطح القرانية طب ايه فوايد الفيمتو ليزر الميزه الكبير اللي في حنا بنعمل اا شريحه رفيع قوي اعنى وتسعين مايكرون في الماكرو كيراتوم العادي اللي علايزك العادي بتاعنا بتبقى الفلابة دي او الشريحة دي اه مئة وعشرين مايكرون والحقيقة احنا بنقول يachi احنا نضبطينا على مئة وعشرين لكنها ممكن تطلع مئة وثلاثين وسمكها في النص في نص القرنية ما يبقاش مساوي لسمكها في طرف القرنية لكن في الفيمتو ليزر بتبقى تسعين ماكرون وسمكها في نص القرنية زي طرف القرنية طب دي بتنفعها في حالة ايه حالة مثلا سمك القرنية فيها قليل فحنا عايزين نوفر شوية من سمك القرنية عشان نقدر نشيل ارقام اكتر فنستخدم الفيمتو ليزر حالة عايز مثلا يخش شكولات عسكرية فمش عايز اي اثر للجرح بتاع العملية فبنستخدم الفيمتو ليزر الحالة الفيمتو ليزر بيبقى برضو نوعية الابصار بيبقى احلى لانه القطع بيبقى يعني فيري شارب فيري سموز يعني لين جدا حد جدا طبعا اكيد القطعب بليزر اكيد احسن من القطعب مشرط لسحي المشرط تقدم جدا وبقى ممتاز جدا لكن اكيد برضو ان الفيمتو ليزر هيكون القطعب تها احسن الفلابة ما بتتحركش يعني احيانا في الفيمتو في الليزك العادي الفلابة او الشريح اللي رفعناها بالميكرو كيروتوم بعض الناس اللي هما بيبقوا يعني بيعملوا انقباض في العين جامد لهم بيزروا على عينهم جامد بينقبضوا بعينهم جامد ممكن يحرك الشريحة دي او الفلابة دي ودي بنحتاج نحن نغسلها ونرجحها تاني مطرحة لكن في الفيمتو ليزر صعب قوي لانه هو بيبقى قصص قصصة يعني غير الطريق تاني خالص فصعب قوي انها تتحرك بمكانها فده بيدينا برضو ان احنا يعني حتى الحالات اللي هي نادرة ما بتحصل لان الفلابة او الشريحة تتكرمش او تتحرك بمكانها مع الليزر العادي اللي هو باستخدام الميكرو كيرتوم اللي هي شفرة لحدة لا في الفيمتو ليزر بيبقى القطع شرب جدا او بحد جدا ومستوي قوي وصمك واحد وصعب قوي ان الشريحة دي او الفلابة دي تتحرك مهما كان الشخص بيدعك في عينه او بيزر على عينه بالمناسبة بدأ من جب نسرة الفيمتو ليزر الفيمتو ليزر حقيقة استخدامه في العيون كتير قوي مش في مش في تصحيه الابصار بس لا دا بيستخدم في الماء البيضاء الماء البيضاء الحلقة دي ممكن نعملها او جزء كبير من هذه العملية ممكن تتم باستخدام الفيمتو ليزر ايضا الفيمتو ليزر بنعمل به الحلقات الحلقات دي عبارة عن بلاستيك عامل زي ما انا عامل كده باداية نص هلال كده البلاستيكة كده البلاستيك دا بنستخدمه في علاج قصر النظر علاج قصر النظر وخصوص قصر النظر الناتج عن القرانية المخروطية او الاستجماتيزم الناتج عن القرانية المخروطية ايضا في الاستجماتيزم العالي ممكن احنا نعالجه بهذه الحلقات الحلقات دي عشان نحطها جوه القرانية كنا زمان بنعمل بقالات جراحية بنعمل مجرى او طانل او مكان ديخش فيه هذه الكزء من البلاستيك او هذه النص دايرة طبعا دي كانت بتاخد وقت كتير قوي وكان لها مشكل كتير لان احنا بالفهم توليزر بيحصل ايه احنا بنعلم نص القرانية بطبيعة معينة وبعد كده بنكون مدين البيانات للجهاز الفهم توليزر فهو بيعمل في ستة ثواني او في ممكن في اربع ثواني الطانل دا والطانل دا طبعا اهم حاجة فيه ايه انه هو في عمق مناسب من القرانية يعني مش سطح قوي ولا نازل تحت قوي في القرانية القرانية دي له عمق فهو بيحط على العمق اللي احنا عايزينه ايضا بيحط على مسافة متساوية من منتصف القرانية ايضا من اضبط ان هو مش ميل لكده ولا ميل كده بيبقى كله على نفس المستوى من العمق فالحياة الحاجة ديكون السرعة الهيلة جدا ان هو بيخش ما بيعملش ايه واحنا بنشتغل بالجرحة العادية الموضوع دا بس كان باخد منها تلات اربع ساعة تخيل بقى تلات اربع ساعة بقى افاربع خمس ثواني مكان مزبوط كعمق كبعد عن المتصف القرانية مش ميل ولا حاجة ما بيلمس الخلية اللي جنبه يعني هو بيمشي بيفتح المجال لهزي الرينج او هزي الجزء البلاسك اللي احنا بنحطه دا في القرانية بيحطه بمنتهى يعني هو بيشيل خلية بس هندخل هذه الرينج فيها وخلاص ما بيلمس اي خلية جنبها لقبلها ولا تحتها ولا فوقها ولا اي حاجة خالص فطبعا الحقيقة بيخلي القرانية بعد العملية مجرد يقوم ولا حاجة تاني يقوم لعين خلاص ما كانوا معاملش عملية ولا في حاجة باينة لكن في الطريقة بتاعت زمان كنا بنتعب قوي مع العينين دول وكنا بناخد علاج يعني اكتر من خمس ست ايام لغاية ما القرانية تبدأ تهدأ لان احنا اشتغلنا شغول جامد وبنقعد بسلا تلات اربع ساعة نشتغل فتخيل بقى تلات اربع ساعة عاملين نحك في القرانية فطبعا كان فرق كبير قوي قوي يعني نشكر الدكتور زوي لانه اختلاع لنا الفيمتو ساكن اللي عملت لنا الفيمتو ليزر الفيمتو ليزر بيخش في تصيح الابصار زي ما تكلمنا بيخش في تركيب الحلقات اللي بتستخدم فيه الأستجماتيزم العالي في القرانية المخروطية وفي أسر نظر برضه في علاج أسر نظر الناتج عن القرانية المخروطية الحالة الفيمتو ليزر له استخدماتنا كتير زي ما قولنا مثلا في الماء البيضة بيعمل خطوات كتيرة قوي وسريع قوي وبدقة عالية قوي يعني أكاين الواحد قاعد معه جررح شطر قوي يعني هيا دور الدكتور بدأ يقل بوجود جهاز زي الفيمتوليزر باير دور الفيمتوليزر بنستخدمه في حاجة مهم قوي قوي ودي بقى اللي عمل فيها نقلها غير عادية اللي هو ترقيع القرنية أو تغيير القرنية واحد مثلا لو سمح الله أصيب بإصابة جسم صالب حد فعمل إن القرنية حصل فيها جرح جامد وعمل السحابة كبيرة قوي والسحابة دي عميقة قوي بنعمل إيه؟ بنضطر إحنا نغير القرنية واحد دخل فيه مادة كيموية واحد جاله أرحى فيروسية متكررة وما كانش بعليكها كويس يعني المناع عمده دايما ضعيفة فالفيروس بينشط والسحابة عملة تكبر لغاية ما معظم القرنية أصبح معتم هنا بنغير القرنية القرنية المحور بدحها 11 ملي بالعرض و11 ملي بالطول فإحنا بنشيل حوالي 8 ملي من النص من عين العيان من القرنية بتاعة عين العيان بنشيلهم ونجيب 8 ملي من قرنية حد بيت وطبعا دراحة بنك العيون وتم عمل يعني تعائم لها ودراسات معينة بحيث نحن نضمن نية خلوها من أمراض معينة وهذه الرؤعة بنقود منها 8 ملي ونحطها للشخص اللي احنا شلناه 8 ملي المعتمين كنا زمان بنعمل كلام ده كله بالجراحة نشيل الرؤعة دي من العين العيان بالجراحة ونشيل 8 ملي اللي هي الرؤعة من العين الرجل المتبرع برضو بالجراحة كنا بنحتاج خياطة كتير كنا بنحتاج وقت كتير كان يعني عشان تلكيب دي على دي كانت الموضوع في الأول غرز بتبقى صعبة جدا لكن الوقت شكرا للفيمتوليزر اللي هو خلى الموضوع لأ لحنا الوقت بنعملهم عاشق ومعشوق يعني القرانية نزلة في مكانها تكاد تكون مش محتاجة يعني طبعا نحن بنحط دينا الغرز آه لكن بمنتهى سهولة ونحطهم بقى يعني بمعلامة لأن الدنيا الدنيا هادية القرانية دي نزلت على القرانية التانية وخلاص هم كده سبتين وما فيش مشاكل فانت مغرض بس بتأمن الدنيا فبناخد 8 غرز لكن الأول كنا ناخد 16 وممكن غير 16 ناخد حاجة حاجة مستمرة وكان الموضوع حياة صعبة وبياخد وقت وبياخد مجهود من عيوبة عاملية زراعة القرانية أو تانية القرانية ان هي ممكن الجسم يعمل لها رفض الحاجة دي قلت قوي قوي بعد الفيمتوليزر شكل العين بعد العملية مختلف جدا هنا شكله أقرب للطبيع قوي وهنطلع فاصل قصير ثم نعود ان شاء الله تكليفة بشا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا لكم مرة تانية وكنا قبل الفصل بنيكلمكم عن ترقيق القرانية وقلنا ان الفيمتوليزر حقيقة غير الموضوع خالص خلال العملية اسهل الغرز اقل شكل العين بعد العملية احسن احتمال ان يحصل رفض للجسم القرنية قل جدا مدة العلاج قلت كمية العلاج قلت بعد العملية طبعا النظر بقى احسن نوعية النظر بقيت احسن فيه سهولة في العملية بشكل يعني اكتر بكتير في الحقيقة يعني شكرا للفيمتوليزر غير حقيقة حاجات كتير قوي عندنا النظر كحتاني لأول كلامنا في أول الحلقة كنا بنكلمكم عن تصحيح عيوب الابصار بالليزر ويمكن من ضمن الحياة اللي احنا كنا عبرده عايزين نركز عليها حاجة زي الليزك اللي هو الليزك والفرق بينه وبين الليزر العادي احنا قلنا اهم فرق بين الليزر العادي والليزك اللي هو الليزر كانت سطحي وده بنعمل فيه درجات قليلة وده كان بيسيب شوية عتامة كده خفيفة وبناخد مثلا ست اسابيع بعض ما عايزين العتامة تروح الليزك لأ بنرفع شريحة وبنشيل الليزر احنا عايزينه في منتهى الامان مفيش بعد كده غشاة ولا حاجة فدي كانت نقلة كبيرة قوي طيب في حاجة اسمها الليزك التفصيلي اه في حاجة اسمها الليزك التفصيلي اللي هي ايه بقى بالزبط لو واحدة احنا زي ما اتفقنا قبل ما بنعمل عاملة الليزر بنعمل فحوصات والفحوصات دي بتشمل حاجة كتير بنشوف الخلق في انكسار العين يعني عنده قص نظر قد ايه عنده استكنيزمة قد ايه دول العيوب الاساسية اللي احنا بنشوفهم لكن الحياة فيه عيوب تانية اللي هي ايه التشوهات البصرية او الهالات او الكوماشيب او الحاجة اللي هي النضارة مش ممكن تصلحها حاجة دي يعني بتكون موجودة بنسب قليلة عند معظم الناس لكن احيانا الحياة بتبقى موجودة بنسبة عالية هنا بقى لازم نعمل حاجة اسمها ليزر التفصيل اللي هو هذه العيوب الدقيقة بنعمل لها بناخد صور اكتر قبل العملية وهذه الصور بتتحط على سيدي وبتخش على جهاز الليزر بحيث ان هو بيدي ليزر مش عادي يعني الليزر العادي اللي هو ايه اللي هو مثلا عندنا سلب اثنين فهو خلاص عامل ينزل ومضات سلب اثنين سلب اثنين سلب اثنين على كل حتة سلب اثنين وخلاص لأ هنا بقى بينزل ايه هنا سلب اثنين هنا سلب اثنين الا تم هنا سلب اثنين وتم هنا وهكذا يعني بيدي لكل نقطة على صح من النقطة القرنية العلاج اللي هي محتاجها كمية العلاج بتختلف من نقطة نقطة هو ده الليزر التفصيل غير الليزر العادي اللي هو بيعالج كل المنطقة يعني كنا زمان برضو كان حاجة اسمها البروت بيم اللي هو ايه اللي هو يعني نقطة ضوء عالية وبتعالج كله وخلاص لا الوقت فيه حاسمها الفلاينج سبوت اللي هي نقطة رفاية عاوي وبتنط بتعالج كل نقطة لوحدها فالنقطة دي بنقدر نشكلها وبنقدر احنا غير قوتها من نقطة النقطة هو ده اللي زج التفصيلي هو ده اللي بيعالج التشهوات البصرية هو ده اللي يخلي العيان فعلا نوعية الابصار يعني ده حشوف 6-6 وده حشوف 6-6 لكن فيه فرق زي ما تفان قبل كده من زبان احنا قلنا من قياس النظر مش مجرد لوحة العلامات لوحة العلامات دي احد الحاجات اللي احنا بليس بها النظر لكن فيه حاجات تانية كتير قوي لازم يكون بميز الالوان لازم يكون مجال الابصار واسع لازم يكون التضاد التضاد بين الابرد والاسود عنده عالي والتضاد ده بيجي من ايه ان هو التشهوات البصرية دي تتعالج ما تتعالجش لاب نظارة ولا تتعالج بعد سلاسقة لو هي نسبتها عالية ممكن نعمل لزج تفصيلي ده ان شاء الله يشيل هذه التشهوات البصرية فيخلي نوعية الابصار بعد العملية الليزك بتكون احسن بكتير نرجع ونقول تاني الليزك عايزين له ايه عايزين له واحد نظره ثابت اللي هو سنه كام سنه 18 يعني احنا بنعمله النهاردة مقاس نظارة ومنقرنه بمقاس عد عليه على الال لست شهور او اكتر المقاسين ثابتين يبقى الرجل ده او الانسة دي نظره ثابت اجدها ممكن نعمل له العملية طب العملية يتعالج لأ اي حد لا زي ما اتفاني لأ وهنا عنده مثلا مية بيضة لا مش هنعمله عنده مية بيضة يعني عتمة في العدسة بتاعته بنعمله فتحة صغيرة ونشيل العتمة دي نشيل المية البيضة المعتابة دي العدسة المعتابة دي نشيلها ونزرع له ما ترحى عدسة شفافة عدسة صناعية شفافة العدسة دي لها مقاسة مختلفة فاحنا على حسب الخلل في انكسار العيني على حسب الرجل ده او الست دي عنده طول نظر وعلى عنده قصة نظر ممكن نحط له مقاسة عدسة مناسب بحيث ان احنا نعالج له طول نظر الموجود او قصة نظر الموجود ده كمان الجديد في الموضوع بتاع زرع عدسات ايه بالمرة نقوله ده لو احنا يعني السيراجات ان احنا عندنا عدسات مش بتعالج قصة نظر بس وطول نظر بس لا احنا عندنا عدسات بتعالج الأستجماتيزم هو ايه الأستجماتيزم ده اللي هو اللانقاطية يعني ايه اللانقاطية يعني زي ما اتفاقنا القرانية عاملة كده نص كورة الجزء الشفاف اللي قدام النين البني ده اسمه القرانية مفروض هنا 11 ملي وهنا 11 ملي التحدد بتاع العمودي يبقى زي التحدد بتاعي لبلعرض لو التحدد بين زي بعض يبقى ده ده الطبيعي لو واحد فيهم يعني متحدب اكتر من التاني او متقاعر اكتر من التاني يعني استدارته اكتر من التاني واحد اللي تبطول او اللي بالعرض مش في نفس الاستدارة ده اسمه استجماتيزم اللي هو اللا نقاطية اللي هي مفروض نقطة في الفراغ يعني انا الوقت ببص على الكاميرا كاميرا دي عبارة عن ايه مجموعة نقطة كل نقطة في الكاميرا بتتكون لها نقطة على الشبكية بتاعتي من مجموعة النقطة دي اعرف ان دي كاميرا لكن لو انا عندي استجماتيزم النقطة في الجسم اللي انا ببص عليه الوقت الكاميرا اللي قدامي دي كل نقطة بيتكون لها نقطتين نقطة على الشبكية ونقطة إما قدام الشبكية إما وعلى الشبكية حسبا عندي استغماتيزم بالطول ولا بالأسر فيبقى عندنا بقى الجديد في الموضوع بتعزيل العدسات إيه إن إحنا عندنا عدسات بتعالج طول النظر وبتعالج أسر النظر وكمان بتعالج الأستغماتيزم فطبعا دي حاجة يعني هي صحيح تمانها غالي شوية لكن تقدم كبير قوي إن إحنا بنعالج له الأستغماتيزم برضو بالمرة طالما قلنا تجيبنا سيرت العدسات اللي إحنا بنزراحها لأن بعض الناس تي تقول إيه عندنا ميا بيضة طب حنعمل عملية أوكي حنعمل عملية طب بالعملية بكامل عملية بكذا طب ما هو فيه أرخص آه فيه أرخص بس ما هو فيه عدسات أنواع فيه عدسة بتخش من جرح 6 ملي فده بياخد غرزتين لأ إحنا ممكن نعمل جرح 3 ملي يبقى العدسة اللي هي بتتلف اللي هي بتخش بجهاز معين أو بمحن معين وجوه العين بتتفرد طبعا دي من أخدش غرها ولا غرزة تفرق بس دي أغلى شوية نوعية العدسة فيه عدسة العدسة اللي ربنا عملها فيها فلتر فيها يعني فيها فيها بتمتص الأشاعات الغير مرغوب فيها تعرفين أن الضوء اللي بيجي من الشمس ده عبارة عن مجموعة كبيرة قوي قوي من الأشعة احنا بنشوف الجزء الجزء في النص بس هو ده اللي احنا بنشوف به لكن اللي فوقه اللي هو فوق مدون الحمرة أو فوق البنفسجية لأجزاء دي احنا بنشوف يعني المفروض اللي عين بنشوفهاش والأجزاء دي كمان مضرة لو داخلت جوه العين ممكن تيزي الشبكية فمن رحمة ربنا أنه هو عمل فلتر في أو مصفة في العدسة بتاعتنا اللي هو خلق أهلنا سبحانه وتعالى الفلتر ده أو المصفة دي بتمتص هذه الأشعة الضرة اللي هي فوق البنفسجية أو تحت الحمرة ما تخلاش تخش جوه الشبكية عشان ما تيزيش الشبكية فأول ما كنا بنزل عدسات مثلا من 30 سنة كانت العدسات عادية خالص ما كانش فيها هذي يعني هذي هي المصافي اللي بتمتص هذه الأشعة عشان ما تيزيش الشبكية لوقتي لا الدنيا تطورت قوي أو مش كله برضو يعني العدسة اللي هي تبقى أغلى شوية بيبقى فيها هذي الخاصية أن هي تنتص الأشعة اللي هي ضرة ما تخلاش تخش جوه الجسم أو جوه العين نرجع تاني لموضوع الليزج وتصحي الإبصار طيب واحد عنده قرانية مخروطية ينفع لا ما ينفعش ليه ما ينفعش إلا أنه زي ما اتفقنا القرانية مخروطية دي عبارة عن أن القرانية بتاعتنا بدأ المهي مستديرة عدل جات في نصها أو تحت النص بحيث صغيرة بدأ يطلع مخروط للأمام المخروط ده كل شوية بيزيد وغالي ما بتبدأ في سن كام 16 18 20 غالي ما بتبدأ في السن ده وبتبقى في عين أكتر من عين كل ما المخروط ده يكبر لقدام شوية مقاسة النظارة يتلخبط ولذلك يقول لك إيه أنا كنت الأول بغير مقاسة النظارة كل 6 شهور أو كل سنة لوقتي كل بس أنت 3 شهور المقاسة بقى بيتلخبط ما عادش نافع هو الدكتور عمله لي غلط ولا إيه لا يا أستاذ أنت الدكتور مش غلط ولا حاجة ده حداك عندك قرانية مخروطية والمخروط عمل لي يزيد فبيخلي النظر يتدهور طب الحل إيه كوان زمان ما عندنش حل من خمس ست سنين ربنا أكرمنا وبقى عندن حاجة اسمها تثبيت قرانية تثبيت قرانية ده بنشيل طبقة معينة من على سطح القرانية ببينج موضعي وبننزل المادة معينة بنحطها على القرانية بأسلوب معين وبعد فترة بننزل نفس المادة على القرانية مع تعريض العيل لأشعة معينة بكده بتكون المادة دي تخللت الأنسجة بتاعة القرانية مع وجود الأشعة بتبدأ القرانية تتصلب وتبقى قوية بحيث أنها بعد كده ما تمددتش لقدام والمخروط حجمه ميزدش يبقى نرجع للقاعة الزهبية بتاعتنا اللي هي بتقول إيه التشخيص المبكر والمتابعة الجيدة دول مهمين جدا جدا في الطب عموما وفي طب العيون خصوصا يبقى احنا كل من نكتشف القرانية المخروطية بدري هنقدر نعمل لها حاجة اسمها تثبيت ده مش كده بس ده احنا لقيت ربنا كرمنا والتثبيت ده بقى أكتر من نوع وكان الأول مثلا نقعد نعمل تلتين ساعة لقى الوقت فيه نوع عشر دقايق وفيه نوع تاني ثلاث دقايق على حسب إيه على حسب يعني على حسب حاجات تانية يعني صعبة أننا أشرح لكم التفصيل لكن الغرض من الكلام أن احنا التثبيت ده تقدم جدا وأصبح أنه له أنواع معينة وكل نوع بنيستخدمه في حالة معينة فده حاجة كويسة مش كده بس ده احنا كمان ممكن لو العملية الحالة اللي سا في الأول قوي ممكن نعملها تصحي قبصار سطحي اللي هو الليزير بتاع زمان الليزير بتاع زمان قوي اللي إحنا كنش بنحبه ده لأ الوقت ممكن نستغله نعمل تصحي سطحي وبعه كده نعمل تثبيت للقرانية طب ده الحالة اللي أجدت في الأول طب لو جدت متأخرة شوية نعمل إيه لب الحاجات متأخرة شوية لأ حنتطول نعمل حاجة تانية حاجة اسمها الحالقات اللي إحنا كنا قولنا ن Sharon فقبل الأزان كلنا بنتكلم عنها الحلقات دي اللي هي بالفيلم توليزر بنعمل مجلة معينة ونحط حلقة يمين وحلقة شمال الحلقتين دول بيعالجوا أستجماتيزم وأسر النظر بيشدوا المخروط لكده يعني اتخيل الخلقتين دول بيتشدوا كده لبرة فالمخروط العام كده يبدأ ينزل يقوم حاجبه يقل يقوم النظر يتحسن بعد مثلا من ثلاث أسابيع إلى شهر لما نظر يوصل لأحسن حاجة ممكنة بنعمل تثبيت للقرنية بنعمل تثبيت للقرنية عشان كده يبقى احنا أخذنا أحسن نتيجة ممكنة طيب يبقى دي لو الحالة يعني في مرحلة متوسطة قرنية مخروطية في المرحلة متوسطة طيب ولو صاحبنا ده اللي جاء لقرنية مخروطية أو صاحبتنا دي اللي جاء لها قرنية مخروطية كانت من النوع المهمل شوية هيحصل إيه؟ المخروط عمل يزيد لقدام فحاجبه بيكبر كل ما بيكبر بيعمل إيه؟ خلو أنت في حتة وماشي عاملين نشد فيها كل ما نشد يحصل إيه؟ في الآخر هتقطع نفس الفكرة القرنية عملت تشد القدام تطلع القدام تطلع القدام في الآخر هتقطع تقطع إيه؟ يحصل عتامة في الجزء الأمامي من المخروط ده أو من القوم عدة هنا بقى دخلنا في مرحلة إيه بقى؟ صمخ قرنية قال لي خالص أصبح فيها عتامة في القرنية دول حاجتين يقولوا أن لا خلاص لا عادي ينفع تثبيت ولا عادي ينفع تصحيح مع تثبيت ولا عادي ينفع حلقات مع تثبيت ومالين ينفع عقين في حلحة بس وبرضو كنا نستم نتكلم عنها قبل الأزان العشة اللي هي تغيير القرنية بناخد 8 ملي 8 ملي نشيلها من قرنية الشخص ده ونجيب له 8 ملي من عين من بنك العيول وبالفهم تليزر بنشيل دي وبالفهم تليزر بنشيل دي وبنركب دي مطرح دي وبنتبعه بعد كده لغاية ما ربنا يكرمه طبعا احنا ما نتمناش ان حد يوصل لهذه المرحلة القاعدة الزهبية يا جماعة وقلها ثاني وثالث ورابع والله مهمة جدا فيش داعي اننا يعني حاجات حقيقة اللي واحد بيسمحها وبيزعل اصلنا ابن عمي اصلنا جارتي قالولي واصلنا هو كان عنده حالتي زي حالته وراح للدكتور فالدكتور قال له بفيش حاسمها كده خالص ده اللي لسه أقول لكم في القرنية المخارطية بتبقى عين سبقى عين بمعنى ان فيه كتير قوي قوي النهاردة بيجي بعمل له في عين تصحيح مع تثبيت والعين التاني بيعمل له حلقات مع تثبيت لان العين دي في المرحلة الاولى والعين دي في المرحلة التانية للأسف فيه حلقات تانية بتيجي ايه عين حلقات مع تثبيت والعين التانية تغيير قرنية ده تأخر اكتر فكل ما نيجي بادري بيبقى النتيجة احسن كل ما يكون يعني العين اقرب للطبيعي إحنا نريد أن نرجحها للطبيعة أكتر بشكل أكتر وبمصاريف أقل لأن تغيير القرنية أغلى حاجة طبعا وعلاجها برضو بياخد فترة لكن الحلقات هي غالية شوية لكن علاجها بسيط الأحسنهم وأسهلهم إيه أن ننتجي في الأول خالص نعمل تصحيح مع تثبيت ونخلص يعني هو زاد بس على الشخص العادي إحنا عمنا له تثبيت عشان القرنية عملا تطلع القدام دي بنسبتها له فيبقى أي حد بيشتيك من حاجة أروح للدكتور المتخصص يقول لي يقول لي أن يعني الموضوع ده ينفع ولم ينفعش والحل الأمثل إيه برضو من ضمن الأسئلة المهمة قوي قوي اللي جات لنا الحياة لأن طبعا أنا برد على يعني قدامي أسئلة اللي إحنا طول الإسبوع بنجمحها وبنحاول نرد عليها مع حضراتكم من ضمن الحياة اللي هي بتجينا طيب يا دكتور أنا خلاص ناويت أعمل أعملية ليزك واستخارت ربنا أروح فين بقى أروح أني مركز والمركز يبقى كتيرة وكل واحد يعلن عن نفسه وكل واحد يقول أنا عندي أحسن جهاز وأحسن جهاز طيب أنا أعمل إيه والله والحقيقة فعلا الموضوع فعلا بقى محير لكن هو الموضوع بسهولة أنت حالك بتناقي دكتور يعني تصخ فيه تبقى عارفه وتصخ فيه وبتسخير ربنا عليه والدكتور ده المفروض أنه هو عنده ضمير وعنده زم وعنده خبرة هياخدك في مركز متقدم مركز فيه إمكانات واسعة إمكانات كتيرة كل ما يكون فيه إمكانات أكتر بتبقى الدنيا أسهل بمعنى إزا باتفاقنا إحنا خلاص واحد هيعمل ليزك وخلاص فيه معاد وجاء المركز وصورناه عندنا إحنا في المركز فيه مثلا فيه خمس أجهز فحص فإحنا عادنا على CSO أو البنت كام الصور بتاعته كويسة كله سطح أمام السطح الخلفي تحده بالقرنية سطح قرنية مفيش الطبوغرافية بتاع القرنية كلها كويسة مفيش حاجة مديقانة الرقم بتاعه معقول بعملنا له مقاس نظارة بيشوف به ستة على ستة قرنناه بالمقاس القديم هو هو الدنيا كلها مفيش أي مشكل خالص ده رجل كويس فحصنا بقت العين لعندنا المايا بيضة والشباكية بتاعته كويسة والدنيا كويسة قوي وماشاء الله زي الفل بيخش يعمل عطوله ونخلص كل عين زي ما اتفقنا بتخدش دقتين تلاتة وبعد كده نطلع نطمل عليه ونكتب له العلاج ويروح مثلا تلاقينا مثلا الكيرف بتاع فيه حاس مالك يعني بنصور كذا حاجة فيه حاس مالك كيرف الكيرف ده اللي هو بيشوف نقط معينة المهم من نقطة دي الكيرف ده بتاعه ده نازل قوي عن الطبيعي طب يا طالب أهل القرنية دي القرنية دي بعد ما نعمل له ليزك هتستحمل تبقى القرنية قوية ولا تبقى قرنية ضعيفة زي ما اتفقنا في عملة الليزك أهم حاجة مش اننا نشيل كل الرقم يعني واحنا عمد جاي نقص 6 مش موما شيله نقص 6 لا أنا ممكن أقوله لا أنا عشان أشلك هشلك خمسة بس أقصى حاجة أشلك بخمسة وإحنا المركز ده فيه أعلى إمكانيات مش هتلاقي أحسن من كده طب أشيل خمسة بس ليه ما أنا قلت يجهة 6 هشيله 6 ما هقوها هشيله 6 بس لو شلنا أكتر من اللازم تبقى القرنية ضعيفة يبقى ده حاجة مش كويسة خصوصا احنا مشتغل اللي معظم نشتغلهم دول شباب لازم القرنية قوية تعيش معاه بقية العمر أدي حاجة المنع التاني إيه إنه ممكن يكون التحدي بالقرنية بتاعه قرنية تحتفلات قوي منبسطة قوي فلو إحنا عملنا له درقم عالي كل رقم كل درجة بنشيلها القرنية دي بيزداد انبساطها بتتفرد أكتر فإحنا لازم عندنا لغاية درجة معينة من يوضعش نتعدها لإننا بتتعدين هذه الدرجة نوعية الإبصار اللي احنا كون نسر بنكلم عنها نوعية الإبصار هتبقى مش حلوة يعني إيه يعني هو على لوحة العلامات هيشوف 6 على 6 طب ما كويس قوي هو ما احنا اتفقنا لوحة العلامات مش هي الحاجة الوحيدة اللي بتقسل لنا النظر ده مؤشر من ضمن كذا مؤشر في حاسمها الكنتراست الكنتراست ده هيتلخبط خالص هو شايف 6 على 6 لكن مش مبسوط طب إزاي لإنه نوعية الإبصار مش حلوة تمام فيبقى الفكرة مش إن أنا أشيل كله لا الفكرة إن أنا أشيل أخص حاجة ممكنة بأمان أمان القرارة تبقى قوية وبنوعية جيدة للإبصار بعد العملية هو ده المهم عشان كده لازم نختار حد عنده خبرة وعنده أمانة بحيث إن هو يدلني لا نشيل دول كفاءة قوي وبعين أنت عجبك عجبك مش عجبك خلاص ما تعملش يعني هي الفكرة في إيه من عندي بدائل يعني أنت الليزك أول عايز واحد سنه 18 الليزك عايز واحد رخم ويسمح الليزك عايز سمك معين عايز عايز يعني فيه متطلبات معينة لكن المتطلبات دي مش موجودة عند كل الناس حتى مع وجود الأجهزة الحديثة مع وجود التقنيات الحديثة زي ما اتفقنا فيه الليزك تفصيلي فيه الليزك سطحي فيه الفيلم توليزر كل حد بنستخدمها في حالات معينة هو ده الميزة أنت تكون بقى في مركز المركز هنا فيه مثلا فيه تلات أجهزة ليزك فده بيديني قوة أننا أوص نظرنا نخش هنا لسي ميزة العالي يخش هنا طول نظر يخش هنا يبقى إحنا بنوظف كل جهاز هو الجهاز ده متميز في الحاجة دي يبقى ندخل الشخص ده على هذا الجهاز ده أحسن له نجيب نتيجة أحسن يبقى هيا الفكرة زي ما اتفقنا هختار هتختار الدكتور عنده أمانة وعنده خبرة هياختك على مركز محترم فيه تقنيات عالية فيه أجهزة أجهزة الفحص واحد احنا قلنا واحد الفحص بتاع طولها كويس خدخلنا عملنا عملية خلصة طب واحد فيه حاجة شاكين فيها يبقى أنا عندي الأجهزة اللي هي تقدر تقول القرانية دي يستحمل لأنه أشيل له الكمية دي وبعد ما شلهله بتشوف فيه حاجة اسمها الهيستريس كل الهيستريس اللي هو بيشوف انضغطية القرانية أو اللي هي مرولة القرانية ده بيديني تصور أن هذه القرانية بعد إجراء الليزك القرانية اللي قدامي دي بعد إجراء الليزك هل هتفضل قوية وتستحمل وتعيش كويس يبقى ده نعمل لا فيه الجهاز ده ممكن يقولي لا القرانية دي مش هتستحمل بعد إجراء الليزك معايني لسه معانيش حاجة لكن هذا الجهاز المتقدم يقولي لا العين دي ما تعملش ليزك وبعين ما حدش يزعل أهم حاجة عندي الأمان الفكرة مش إننا نعمل والفكرة مش إننا نشيل كله الأرقام لا الفكرة إننا نشيل أكتر رقم ممكن بأمان وبنوعات إبصار جيدة طيب ولو ما نفعش عندي بدائل أم ممكن أرجع للنظارة ممكن أرجع للعدسة لسقة ممكن أعمل حاجة اسمها زرع عدسة وزرع عدسة ده بطريقتين حنتكلم عنهم عندي بدائل كتير قوي إننا ممكن أشتعر فيها الأستيجماتيزم العالي مثلاً ممكن من أعمله بالفيمتوليزر ودي مثلاً من حيات اللي أنا ما أقولتاش عن الفيمتوليزر الفيمتوليزر حقيقي متميز قوي قوي في الأستيجماتيزم العالي الأستيجماتيزم اللي هو اللي هو نقطية زي ما اتفقنا معظم الناس بيبقى عندهم مثلاً درجة درجة ونصف مش أكتر من بعد الضركتين بيبقوا له الله ده أستيجماتيزم عالي طب ده في ناس عندهم مثلاً سرعة درجات أستجماتيزم في عندهم آه في ناس عندهم سرعة درجات أستجماتيزم طب دول ما نعمل لهم ايه بنعمل بالفيمتوليزر الفيمتوليزر حقيقة قادر على انه يشيل حتى يمكن عشر درجات أستجماتيزم وده حقيقة يعني يعني تقدم هايل 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 يعني أستجماتيزم العالي اللي هو من فوق الاثنين ممكن لا لو هو مثل خمسة ستة سبعة تمانية ممكن الفيمتوليزر وده بتعمل في ثواني زي ما اتفقنا بيعالج هذا الاستجاز من العالي ويعني الشخص بيطلع بقى كده مبسوط جدا 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 فده برضو من ضمن الفوائد الهيلة اللي احنا ما ذكرناهاش في اول الحلقة عن الفيلم توليزر طيب انا برضو برجع دايما نقول اهم حاجة عندي الشخص اللي بيبس عد سلاسقة لازم يقلحها بلما يروح باسبوع لازم تختار الدكتور عنده خبرة وعنده امانة بحيس ياخدك في مركز محترم يعملك شغلة محترم طيب الدكتور حيارض عليك اه احنا ان شاء الله حنعمل عين دي وما فيش اي بشاكل وحنشيل كله طيب كويس قوي لأ احنا انت عنك 8 درجات احنا هنشيل لك 6 طيب يعني ايا دكتور طيب بتورهم لي كده اروح ملبسه 6 هنا وال6 هنا دول اللي اقدر اشيلهم بامان وبنوعية جيدة بالابصار فبعد ما الشخص بيلبسهم وبيبص ويشوف لو هو حس ان هو مرتاح لكده خلاص نعمل ليقول لي لأ انا كده متدايق لا الجزء اللي انت هتسيبه ده انا كده مش مرتاح خلاص يبقى ما نعملش يبقى احنا خلاص عملنا الفحصات وما نكملش خلاص كده كفاية لك العيني سليمة ما حدش جا جنبها مش شطارة ان انا يقول له اه هشيله 8 ما انا قلت جهاز شيله 8 حيشيله 8 بس زي ما اتفقنا فين الامان هو ده المهم فين النوعية الجيدة من الابصار هو ده المهم يعني الشطارة مش ان احنا نشيله 8 او العشرة او الارقام الموجودة لأ وعلى فكرة احنا ما منشيلش اكتر من عشرة حتى لو سمك القرنية يسمح وتحدب القرنية يسمح وطب غرافي القرنية كل اللي احنا عايزينه بيسمح ما منشيلش اكتر من عشرة ليه لان اللي حيش بعد العشرة يعني مثلا نشيلنا الواحد 11 او 12 غالبا بعد شهرين 3 الدرجة او الدرجتين دول بيرجعوا تاني ده غالبا كده ما نقولش بقى ان العملية رجعت لا هو معروف ان فوق العشرة يعني غالبا بترجع فبرضو يبقى احنا برضو لازم يعني حتى لو حنشيلهم بنقول للشخص ان احنا والله احنا عندنا احتمالية كذا يبقى لازم يكون الامور كلها واضحة جدا منتهى الوضوح منتهى الامانة قرار بتاعك الدكتور عليه ان هو ينورك الدنيا ايه اللي ينفع ايه اللي ما ينفعش بشرطين زي ما اتفقنا بعيد وزيد في مؤد ايه لان الحياة احنا شفنا مشاكل كتير فاحنا بنقول للناس كلها عليهم عشان ما حادش يرجع يزعل لازم يكون قرنية سليمة قوية تعيش معانا مدى الحياة ونوعية ابصار كويسة الحياة اللي فيه نقطة تانية مهمة قوي قوي دايما بنتسئل فيها وبتحصل بعض المشاكل مع البعض اللي هو ما بيقولش للشخص واحد مثلا فوق الاربعين زي حالاتي طيب احنا فوق الاربعين ايه ايه مشكلة لفوق الاربعين اللي فوق الاربعين ده عنده حاجتين عنده نظرة للبسفات والنظرة للقراءة طيب نفرض ان انا الحمد للنظر في البعيد كويس لكن عندي نظرة للغاية دي نتجة عن السن هل ينفع لليزر؟ لا ما ينفعش كلام واضح وصريح كلام واضح وصريح الليزر بيعالج نظرة المسافات كل الناس اللي عندهم اقل من اربعين سنة الليزر بيعالج لهم نظرة المسافات يعني هم ما عنده مش نظرة للغاية الليزر厲害 لهم اصر نظر او تول نظر اللي عندهم حيشوفه حلو وبعيد وقريب لكن اللي عنده سن 45 عنده النظارة بعيدة ونتظرو القريب اللي هيا ما حاشين نظارة المسافات ممكن يقلовые نظارة القريب لكن مش لهاش اللي يقولك غير كده لا يصدق القول الصلاحة مهمة جدا والوضوح مهمة جدا انت بتعمل النظارة بتعمل عمل تليزك عشان تستغني عن نظارة المسافات مش عشان تستغني عن نظارة القريب نظارة القريب الآن هنا تذهل اللحزة Bi حلول بس الحلول لحياة باللزك مش نفعة لكن في حلول تانية ودي بقى مثل الطب نحن عندنا حلول تانية زي ايه زي بسلا في عادسة متعددة للبقر عندنا زمان النظارة اللي هي لها ايه في خط كده في النظارة من تحت اللي هو ايه الجزء الفقالي اشوف بيلي بعيد وجزء تحتين اشوف بيلي القريب جمع اللي فوق ال 45 وبعد عاملوا نظارة متعددة للبقر بعيد اقرب 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 لغاية جزء تحتين ده للقراية نفس النظارة متعددة للبقر دي نظارة فيها عادسات بتتزارع جوه العين بس تغلط تمنح هي غالي شوية دي متعددة للبقر فده برضو حل الجماعة اللي هم عدوا الاربعين او عدوا الاربعين عايزين يعالجوا طول النظر الناتج عن السن لكن طول النظر ناتج عن السن اعمل ليزك لا كلام واضح وصريح عشان ما حدش رجع يقول انتم ما بتقولوش لا احنا بنقولو بنقولو ببطال وضوح بالصراحة وليقول غير كده يبقى كلام مش مزبوط طيب نصحتك ايه يا دكتور بعد العملية بعد العملية مهم قوي ان انت تتبع مع الدكتور بتاعك بتروح له مرة او مرتين وبتتبع دايما بالتليفون العلاج بيبقى اطرا من رجعها نقطة خمس مرات لمدة اسبوع فيه نوع تاني اللي هو الدموع الطبيعية او بديل للدموع بتبقى ثلاث مرات لمدة شهرين تلاتة الحقيقة عشان برضو يكون امين معاكو ان دايما بعد عاملة الليزك بيحصل نوع درجة من درجات الجفاف او كمية من كمية الجفاف فبنضطر نحن نحط بديل للدموع بحيث نحن نرطب هزي العين ده حاجة يعني ما يعتبرش يعني حاجة مزعجة او حاجة وحشة لا ده يعني شيء وارد وبسيط وعلاجه بديل دموع لمدة شهر شهرين تلاتة ست شهور بالكتير وبقى كده العين بترجع طبيعية ما فيش اي مشاكل خالص اهم حاجة بقى ان احنا ممنوع الدعك وزي ما اتفقنا الدعك ده شيء سيء ممكن يجيب كيس دهني ممكن يعمل جفاف في العين ممكن يزود القرنية واحد عنده قرنية مخرطية ممكن يزودها الدعك ده يزودها مفيش حد بقى عمل عملية يقول لي ارعك ارعك ده حد هنخش في فاشاك الشريحة دي او الفلابة دي ممكن تتحرك في الامي الاولية واللي ما عملش برضه عملية ممنوعة الدعك لان الدعك ده عادة سيئة وحنا زي ما اتفقنا في برنامجنا بنحاول احنا نشيل العادات السيئة ونقول حاجات ايه يعني ارشادات صحية احنا يعني حاجة سيئة نستبدلها بايه بالحاجة الصحة يبقى الدعك ممنوع سواء للعمل ليزك او للي ما عملش للكبير وللصغير احدش دعك في عينه ولا سمحته طيب عملية الليزك يا دكتور بتوجع لا لا ما بتوجعش خالص ببينك سطحي الا في الاطفال بتبقى بينك كلي اطفال ليه لان بتبقى عين واحدة وفيها كسل ده موضوع تاني حنبقى نتكلم عنه وان شاء الله في يوم كده نتكلم عن الكسل العين حنكلمكم عنه ان شاء الله يمكن الحلقة الجاية ولا حاجة العملية سهلة بسيطة في 3-4 دقايق بتروح على طول بتروح نص يوم في البيت بترتاح ممكن يومها بالليل بتمارس نشاطك لو انت ما بتتعرضش الحاجات فيها اتربة لكن لو شغلتك فيها اتربة او وابرة او حاجة زي كده لا يبقى نبعد 3-4 ايام لو شغلة فيها قابل عن الاسبريس السجاير طراب ما خشش مطبخ سخل اهم حاجة ممنوعة ده اكي العين ان شاء الله اللي عايز يعمل لازك استخير ربنا شوف دكتور كويس ياخده على مركز كويس فيها جهزة كويسة اوي ان شاء الله الدنيا تقدمت اوي ومعامل الامام فيها بقى عالي جدا 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 بس اهم حاجة نختار الجهاز المناسب للشخص المناسب الفحص المناسب قبل العملية للشخص المناسب لو فيه فحص بيقول ان فيه مشكلة اعمل الفحص التاني اللي هو ممكن يقول لي اه او لأ لكن ما تصرعش واخش يعمل على طول افهم كويس قوي من الدكتور بتاعك البدائل ايه اللي متاحة مش هعمل لازك يبقى ممكن ما عملوش مش لازم مش لازم يكون نعمل لازك لأ اللي ينفعله بامان و بنظر جيد اهلا و سهلا يعمل غير كده يبقى ما نعملش وشوف بدائل في زرع عدسة في فيمتو ليزر في يعني البدائل كتير ممكن نعملها لكن ما نتصرعش او يعني ما نعملش حاجة و نرجع لنا ندب عليها بعد كده عايزين نعمل حاجة صح و ان شاء الله ربنا يا ربي يمتعكم بالصحة والعافية يمكن المخرج يقول لي ان احنا وقتنا خلص ان شاء الله مستني مكالماتكم على رقمي اللي بيظهر قدامكم طول الاسبوع ان شاء الله من اتلقى اتصالاتكم و ان شاء الله الخميس الجاي نقابلكم في نفس المعاد نكلمكم عن كل ما هو جديد و كل ما هو مفيد في مجال طب و جراحة العيون شكرا لكم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته برنامجكم حكيم عيون هنكلمكم عن تصحيح حيوب الابصار بالليزر و الفيمتو ليزر و هنكلمكم عن الحاول و انواعه و النضارة العلاجية و دورها في علاج الحاول و برضو هنكلمكم عن القرارية المخروطية و علاجها بالفيمتو ليزر و الحلقات و التسبيت انتظرونا برنامج حكيم عيون يأتيكم الخميس السادسة و النصف مساء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة